السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية الصفر بالطائرة في المنام من رأى أنه يسافر بالطائرة في المنام يدل ذلك على سرعة استجابة الله عز وجل للدعاء كما تدل على تحقيق الأحلام والأمنيات والأهداف بسرعة كبيرة تدل على أنها من البشرة بأن صاحبها سوف يصل إلى مكانة عالية ومناصب رفيعة إضافة إلى أنه إذا رأى أنه يقود الطائرة يدل على السيطرة على الأمور والتحكم في كل شيء إذا حلمت أنك تقود الطائرة وبها الشخص الذي تحبه فيدل ذلك على أنك مسؤول عنه في كل شيء فحلم ركوب الطائرة في الأحلام تبشر بالخير وهناك عدة آراء أيضا أن الصفر بالطائرة في المنام من الرؤى التي تدل على استجابة الله وتحقيق أمنياتك وأنك سوف ترتفع بشكل كبير وتحقق أحلامك التي تسعى إليها وستكون من أصحاب الأموال الكثيرة بطريقة سريعة جدا إذا شاهد الرأي في منامه أنه يركب طائرة صغيرة يدل على تحقيق الأرباح من مشروع صغير أما إذا شاهد الرأي أنه يركب طائرة كبيرة فهذا يدل على تحقيق الأحلام وسوف يتولى منصب رفيع إذا شاهد الرأي أنه يركب طائرة عسكرية يدل على أنه سوف يتولى منصب حساس ومن يرى في منامه أن الطائرة التي يركبها قد سقطت به دل ذلك على أنه سوف يفشل في تحقيق ما يريد وإذا رأى أنه يركب طائرة وفجأة تهبط به إلى الأرض دل ذلك على أنه سوف يواجه مجموعة من الصعوبات في تحقيق أحلامه وأما من يرى في منامه أنه يركب الطائرة وتصعد به سريعا دل هذا على أنه سوف يحقق الكثير من الأحلام التي يتمناها وإذا رأى أنه رجع من غربته بالطائرة دل ذلك على انقضاء المشاكل التي يمر بها ودل على أنه سوف يمر بفترة سعيدة ومستقرة في حياته ومن يرى في منامه أنه يخاف من ركوب الطائرة يدل على أن صاحب الحلم يعاني من ضغوط نفسية تدل على الدخول في مخاطر أما إذا رأى أنه يقود الطائرة فأن الرؤية تعني أنه شخص مسؤول ويعتمد عليه من قبل الآخرين رؤية هبوط الطائرة تعني أن صاحب الحلم قد وصل إلى بر الأمان وقد تخلص من الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها أما رؤية ميعاد الطائرة قد فاتوا دل على موجهة بعض الأمور الصعبة وتدل على أنه شخص غير متحمل المسؤولية تحطم الطائرة تعني تحطم الأهداف وتعني عدم القدر على النجاح في الحياة ومن رأى أنه مسافر مع ميت والميت يحتضن هي دلالة على العمر الطويل أما إذا أعطاه دية في الصفر فيعني رزق للحلم وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر